اشتركوا في القناة في هذا الصدد انخراط عناصر من البوليساريو في الهجمات التي قام بها المقاتلون الاسلاميون شمال مالي وفي النزاع المسلح بليبيا قبل وخلال تدخل حلف شمال الاطلسي وذكرت الصحيفة بتصريحات وزير الشؤون الخارجي المالي تيمان كوليبالي في فبراير الماضي التي اكد فيها وجود العديد من شباب مخيمات تندوف بين العناصر الارهابية المتواجدة شمال مالي والذين يتروح عددهم ما بين خمسة آلاف وخمسمائة وسبعة آلاف عنصر مضيفة ان البوليساريو زودت القوات الموالية للقذافي بالاسلحة والمقاتلين قبل وخلال تدخل قوات حلف الشمال الاطلسي إلى فعالية مهرجان أسبوع الجمل في دورته الخامسة حيث تشكل منافسات الفروسية التقليدية أو التبوردة إحدى الفقرات الأساسية التي تحظى باهتمام شريحة كبيرة من الساكن عروض لها حضور قوي في ذاكرة أبناء المنطقة حافظ محضار ومحمد بعيرس مسابقات الفروسية التقليدية إحدى الفقرات الأساسية ضمن فعالية خامس دورات أسبوع الجمل منافسات تحظى بمتابعة جارفة ملاد ساكنة منطقة وادنونة التي تبني تفاعلا خاصا مع الفرق المشاركة فرق ومجموعات لا تدخل جهدا لتبصم على حضور لافتة يلقى استحسان الجمهور العاشق بهذه المنافسات الراسخة في ذاكرة ووجدان أبناء المنطقة نحن مشاركين في مهرجان قليمي النسخة الخامسة سبوع الجمل مشاركة تبارك الله زينة كل عام مهرجان تزاد فيه أمور ما كانت فيه من ناحية النظام من ناحية المعريض عدد الخيل حتى الملعب الحمد لله هذا العام زين منفايت مشاركين في مهرجان كيف الناس كان مغوديما نشاركوا فيه ومغوديما يعيطون مجموعة من الفرق حضرت ممثلة لعدة جماعات ترابية بالإقليم فرق تحرص على تقديم عروض تعكس تناغما تاما بين الفرسان والخيل وانتباط ينتج عروضا تحمل الفرجة والاستمتاع لجمهور هذه المنافسات الشيقة نشاركوا دايما في هذه السبوع الجمال من طول الزمان من أول الزمان إلى أخيره نشاركوا في هذه الجبيعيات فهذا الخيل ما لدينا من المنطقة هذا الخيل ما لدينا من المنطقة وهما اللي متعدين بهم دايما هما اللي لدينا في المهان دينا نحن وولادنا وجميع الحباب دينا كلهم منافسات متجدرة في وجدان أبناء المنطقة وهو ما حدا باللجة المنظمة إلى استحضار هذه المسابقات ضمن فقرات المهرجان الأساسية مصابقات تقدم عروضها الممتعة لجمهوري هذه التظاهر على امتداد أسبوع كاملة في سياق آخر وفي إطاع برنامج الاقتصاد الاجتماعي الذي تسهر على تنفيذه كل من وكالة الجنوب وعمالة قليم وجدور تم إنجاز المشروع المتعلق بإحداث وحدة لتثمين صدفيات والمنتوجات البحرية وذلك بتكلفة مالية تقدر بمليوني درهم المزيد مع بريقين العروسي ومحمد شارم لخلق نموذج اقتصادي يضع في أولوياته التعريف بالثروات البحرية المتنوعة التي يزخر بها إقليم وجدور والتي تعرف بجودتها العالية والطلب المتزايد عليها وطنيا ودوليا أحدثت هذه الوحدة لتثمين الصدفيات والمنتوجات البحرية مشروع يرمو تشجيع الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في خلق فرسش القارة لفائدة الساكنة المحلية يدرج في المخطط الوكال الجنوب في إطار الاقتصاد الاجتماعي هذا المشروع الحمد لله سوف يوفر شغل قار للمجموعة من أفناء المنطقة التي يشتغلها في قطاع الصيد البحري والتي يهتم بتثمين منتجات البحرية والحمد لله الناس هذا الشيء مثلا هذه المسائل هذه كتشجع لمتاريال هذه المسائل كاملة كتشجعنا باش إن شاء الله والحمد لله نخدمه في تثمين هذا المنتوج هذا تهدف هذه الوحدة إلى خلق فرص شغل قارة لفائدة المتعاونين وكذلك المتعاونات الكلفة الإجمالية لإنجاز هذا المشروع تقارب المليوني درهم ويستفيد منها عشرون متعاون بطريقة مباشرة بالإضافة إلى عدد كبير من المستفيدين الغير مباشرين كما تلاحظون عملية الشغال بهذه الوحدة نحن نلاحظ الآن أن أعضاء التعاونية والمتكونون من عشرين فرد يستفيدون بصفة مباشرة بالإضافة إلى الفرص الشغل التي ترمي إحداثها بطريقة غير مباشرة والتي تتراوح بما بين 40 و60 فرصة عمل وسيمكن هذا المشروع الممول في إطاءة شراكة بين وكالة الجنوب وعمالة إقليم بجور من توفير مناصب شغل للمستفيدين المباشرين كما ستحقق للعاملين بالوحدة دخلا قارا يساعدهم على مواجهة التطلبات الحياة اليومية تسوفر مدينة السمارة على مرفق من المرافق الاجتماعي التي توثق لتاريخ حافل من الملاحم البطولية للمقاومة وعضاء جيش التحرير بالجنوب مافق يضم متحفا وخزانة صائطية يجد فيها الزائر مبتغاه من هذه الحقبة المشرقة من تاريخ المقاومة بالمغرب عمر ميارة ونيمن مغيفر هنا بهذا الفضاء من المتحف سيكتشف الزائر صورا من الماضي المشرق لرجالات صنع ملاحمة بطولية تؤرخ لفجر الاستقلال بالمغرب وتحديدا بجنوبه بين الاستعمار الفرنسي والإسباني وفي بعض زواياه مجسمات وأدوات استعملها المقاومون في تلك الفترة بني هذا المتحف الفضاء الاجتماعي والتربوي لأسرة المقاومة وجيش التحرير المتحفي في أطار شراكة ما بين المجالس المنتخبة والمندوية السامية لقدم المقاومين وعضاء جيش التحرير ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية وهو مفخرة لهذا الإقليم نظرا لأنه يضم مجموعة من التحف المعبرة عن تراث هذا الإقليم وعن جهاده وفي إحدى مرافق المتحف تأثثت رفوف هذه الخزانة بكتب ومؤلفات يحكي بعضها عن مراحل المقاومة وأبطالها وأخرى عبارة عن إصدارات ومقالات للدارسين وكذلك تضم الخزانة مجموعة من المراجع سيجد فيها الطلب الجامعيين مادة غنية لبحوثهم لما تتضمنهم المعلومات وشهادات حية عن تاريخ المقاومة بشكل عام كما أن هذا الفضاء يضم مكتبة من إصدارات المندوبية السامية لقدم المقاومة وعداء جيش تحرير وهي مليئة بالكتب والإصدارات التي تتناول جهات أبناء الأقالم الجنوبية وجهات أبناء إقليم الصمارة خاصة وهذه الكتب هي موضوع رهن إشارة الباحثين متحف في ثانياه إرث غني للخلاف دوين بمداد الفخر وبماء من ذهب صنعه الأباء والأجداد ليتركه للخلاف متى ما شهر أبريل 2014 سيرى مشروع تهيئة البحر بالطرفايا النور كمشروع سيغير الكثير بالمدينة التغيير سيمسل واجه البحري الكورنيش وسيخلق عددا مهما من مناصب الشغل فضلا عن الدينامية الاقتصادية والاستثمارية التي سيساهم في إحداثها محمد فاضل أبو الحسن ومحمد مولود من لا يخاف معهما المزيد من التفاصيل مشروع التهيئة هذا تعقد عليه الساكنة ومنتخبوها والسلطات المحلية بالطرفايا آمالا كبيرة آمال تنبع من كون المشروع سيخلق دينامية الاقتصادية لطالما انتظارها بالطرفايا فضلا عن كونه سيساهم في خلق مناصب شغل محلية مباشرة وغير مباشرة المبلغ المالي ديالو هو 35 مليون درهم اللي هو ممول تحت شراكة ما بين عملة الترفايا ووكلة الجنوب المديرية العامة لجماعات المحلية المجلس البلادي المجلس الإقليمي والمجلس الجهاوي ان شاء الله مدة الإنجاز دياله هذا المشروع هو 16 شهر مع ارتقاء بانتهاء الأشغال في نهاية شهر أبريل 2014 وحتى ذلك التاريخ يكون المتدخلون والشركاء في مشروع تهيئة ساحة دار البحر قد عبأوا مبلغا كافيا لإحداث التغيير الجذري على الواجهة البحرية بالطرفايا المتميزة بالدار الأثرية كاسمار الورقة ثقافية للنشرة تنقلنا إلى الطرفايا التي عاشت خلال الأيام الماضية على إيقاع بعض الأنشطة الفنية والثقافية المنظمة على هامش عيدي الشباب وطورة الملك والشعب محمد فضل ابن الحسن وحمد مولود مليخاف كان هناك وأنجز الروبورتاج التالي شعراء من مختلف الأقالم الجنوبية وجهتهم مدينة الطرفايا في الذكرى الستين لعيد ثورة الملك والشعب الشعراء جادت قرائحهم بأفكار تضمنتها قوافيهم وأبياتهم التي ألقوها أمام الحضور وهي الأبيات والقصائد التي تغنت بطورة الملك والشعب والمغازي من وراء الارتباط بينهما أنا جئت من مدينة الداخلة قصد مثلا نشارك في ذكرى ثورة الملك والشعب في إقليم طرفايا بما أن هذه الإقليم الفاتية وأنا كنت ساكن أصلا هون اخترت مثلا نشارك نعطي شرف المشاركة لإقليم مسجعة لإقليم من شاء الله نتمنى أن نشاركه دائما في هذه المناسبة لذهي المشاركة التي كانت لبعد كانت تلاعلى المدينة وكانت على المآثير التاريخية التي تظهر بها المدينة وحقيقة تفتخر بهم التي تقولي دار البحر التي كانت تنزارة في الفات وكانت تبلع مار عادت من تصريف القهار بلد حيط به التهديد وحجاره عادت كل نهار تطعيح هذا الدار واليوم اللي فيه تحمجية بس وعاد قريب وبعيد يحكم الأمور بجدية ويكرر شعاره ويشيد كسماره دار المياه لا يتكلهم عمر إلا الزيت وكي تكتمل الأفراح ولأن الكلمة تستكمل جماليتها باللحن والنغمة نظمت على هامش عيد الشباب المجيد بإحدى ساحات المدينة صهرة فنية الصهرة شاركت فيها فرق فنية محلية وهي الفقرات التي عرفت حضورا من مختلف الأعمار في بادرة من أهدافها تعميم الاحتفالات وتنشيط المدينة دائماً مع أجواء الصهرات الفنية الكبرى وضمن فعالية الدورة الخامسة لمهرجان أسبوع الجمال بجليميم أمسيات تستقطب عشرات الآلاف من ساكنة المدينة التي تستمتع بالعروض المقدمة حافظ محضار وخالد تراكسي عشرات الآلاف من ساكنة وزوار مدينة قليميم احتشدوا بساحة القسمة لمتابعة أطباق فنية متنوعة تقدمها صهرات مهرجان أسبوع الجمال في دورته الخامسة المنظمون حرصوا على استحضار ألوان فنية متعددة تستجيب لاختلاف أطباق جمهور هذه الأمازي الفنية تبارك الله كانت صارة زونة بسعاف كنت منه كل عام يعودوا علينا تبارك الله تبارك الله صارة من شعشعة والأجواء زينة في قليميم في ترفيه الناس والنجالية المغربية ونشكلكم الزاف وفيه جوزوين وفراح وكيفوجد رالي صغار وكبار وجالية أجواء جميلة كما كتلاحظوا الجمهور الجمهور فرحان بد مهرجان هذا وكانت منه ديما كل عام تكرر الأجواء مزيانة كل شيء فرحان والحمد لله فرق حسانية وأمازيغية ومجموعات شبابية فضل عن أسماء فنية ذائعة الصيد تسواء في الأغنية الشعبية أو العصرية حضرت لتقدم الفرجة والاستمتاع لجمهور هذا المهرجان الذي يعد من أهم المواعد الثقافية والفنية السنوية بنقاليم الجنوبية من هذا المينبار من باب الصحراء المغربية تنحي كل جماهير المغربية التي تشوفنا من طنجة القويرة وتنقول لهم بصراحة جمهور كان رائع والصحراء كانت رائعة في هذه المناسبة المهرجانة الجمال والتي تتصدف بأحلى عيد عيد الشباب سيدنا الله ينصره من هذا المينبار تنتمنون إن شاء الله طول العمر والله يخللنا سيدنا وتحيي لكل جماهير المغربة على امتداد أسبوع كامل تتواصل فقرات هذه الأماس الفنية التي نجحت في استقطاب حشود كبير من عشاق الفن الأصيل ومختلف الألوان الغنائية صهرات فنية منحت شعاعا خاصا لهذه التظاهرة السنوية انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة السالكة منت مباركة عن سن تناهز 96 سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة رقباتها السلام كما انتقلت إلى عفو الله تعالى لزرق فطم منت الحسن عن سن تناهز 86 سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة تيتوسة وكانت قيد حياتها أحد أفراد أسرة المقاومة وعضاء جيش التحرير تغمض الله الفقيدتين بواسع رحمته واسكانهم وفسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون آخر مستجدات الأقالم الجنوبية من خلال الصحف الوطنية الصادرة يوم غد في تقرير للسالك الزبار نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة نهاية الأسبوع كتبت يومية أخبار اليوم المغربية عن النقاش يسود في أوساط البوليساريو يتحدث عن العودة إلى العمل المسلح مخافة أن يطال قضيتهم النسيان بعد الهدنة التي استمرت منذ العام 1991 دون أن تحقق الجبهة الأهداف التي رسمتها لنفسها ما يكشف فشل البوليساريو بحسب الصحفة وذكر تخبار اليوم المغربية بأن هذا التوجه تظهره مداخلات مجموعة من الموالين للبوليساريو ما يكشف أن المغرب يحقق مجموعة من المكاسب في ملف الصحراء فيما تتلقى البوليساريو الضربات رغم ما تحظى به من دعم علني وسري من قبل النظام الجزائري بعد حوادث السير التي شهدتها الطرقات بعدد من الجهات بما فيها الأقاليم الجنوبية للمملكة كتبت يومية الخبر بأن وزير النقل وتجهيز عزيزة رباح استنفر مصالح وزارته وأرباب النقل الطرقي بعد تزايد قتل حوادث السير على مدار الشهر الجاري وهي الحوادث التي راح ضحيتها العشرات من القتل والجرح بسبب السرعة وعدم الانتباه وغياب المراقبة وذكرت الخبر أن هذه الحوادث الممتة دفعت الوزارة إلى تدارس الأسباب الكامنة وراء ذلك وتدابير الاستعجالية الواجب اتخاذها لتفادي وقوع مثل هذه الكوارث على الطرقات وما يترتب عنها من خسايا البشرية ومادية جسيمة صحيفة جود كتبت نقل عن مصادر مطلعة أن مستشفى مولاي الحسن بالمهدي بالعيون شهد مساء الأربعة وعشرين غشت الجاري أكبر فضيحة في تاريخ المستشفى بعدما تمكن شخص من مساعدة أم عازبة ومولودها على الفرار من قسم الولادة بالمستشفى بعدما هدد حراسة الأمن الخاص وساعدته إحدى الممرضات على عملية الهروب درءا للفضيحة وعدم فتح تحقيق في الولادة غير الشرعية وأكدت مصادر عاملة بالمستشفى لجود أن التصرفات التي قام بها الشخص أثارت استياء حراس الأمن الخاص الذين طالبوا إدارة المستشفى بفتح تحقيق والاعتماد على كاميرات المراقبة وإلى ذلك أوضحت مصادر جود أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث بعد إشعارها من طرف الشرطي المداوم بمصنحة المستعجلات صور نهاية النشرة نقترحها من عروض الهجانة ضمن فعالية مهرجان أسبوع الجمل بقليم أصور بعدسة الحنف بيبا والتوظيب لخالد تريس موسيقى 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 درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 19 درجة بسيدي إفني و 31 درجة بكل من آسا طاطا المضرقة و قلت الزمور أما درجات الحرارة العلية فتتراوح ما بين 25 درجة بسيدي إفني و 44 درجة بكل من مضرقة و آسا حالة البحر بالواجهة الأطرسية قليل الهيجان لها إجعل العمور شرق الشمس غدا إن شاء الله بمدينة العيون على الساعة السابعة و 31 دقيقة أما الغروف سيكون على الساعة الثامنة و 18 دقيقة درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا 30 درجة بنواقشوت 34 درجة بنواديب 45 درجة بالزويرات 42 درجة بتندوف وبالعاصمة الرباط 29 درجة قبل الختام نذكر مشاهدنا الكرام أنه يمكن لمن فاتت متابعة نشرة الأخبار الأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الانترنت SNRT و IMA كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذا عتي العيون والداخل الجاويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي لاستشاري للشؤون الصحراوية كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف لاندرويد وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الابستور ودوب البلاي لما تلتقون غدا بإذن الله مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية نهاية أسبوع موفقة شكرا لكم على حسن المتابعة وفي أمان الله اشتركوا في القناة